يقول السائل هل تنصحون بقراءة كتب الكتاب والمفكرين كامثال سيد قضب وأبو الأعلى المودودي ننصح بقراءة الكتب المفيدة كتب أهل العلم كتب الشرعية التي فيها الأحكام كام الشريعة تعلمها الإنسان وإذا كان عنده زيادة وقت فلا بأس أن يطلع على الكتب الأخرى من باب الاطلاع والثقافة لا بأس أما أنه يقتصر على كتب الفكر فقط هذا لا يصلح له تعلم العلم أول شيء تعلم الأحكام الشرعية التي هو بحاجة إليها والمسلمون بحاجة إليها فإذا زاد عنده وقت فلا بأس أنه يطلع على الكتب الأخرى لتزيد ثقافة والطلاع نعم